مبارح اعلنت انها زبطت عدد من الاوقار التباعة لعناصر جماعة الاخوان الارهابية وتنظيم ارهابي اسمه اجناد مصر كان في مناطق عين شمس والفيوم مدينة العشر من رمضان فيها كميات من الاسلحة والدوائر الكهربائية وقنابل كانوا المفروض ان هم هيزرعوها في الشوارع والكمائن بكرة 11 11 او من النهاردة بالليل تعالوا نشوف التفاصيل في التقرير اللي جاي ونعود مرة اخرى ابقوا معنا في اطار جهود وزارة الداخلية الرامية لرصد البؤر المتطرفة وملاحقة كوادرها الارهابية والتي تم ضبطها والاعلان عنها مؤخرا من من يقومون بالاعداد والتخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية التي تستخدم فيها مختلف اساليب التفجير وتهدف بصورة رئيسية لإيقاع اكبر قدر من الخسائر المادية والبشرية فقد اكدت معلومات قطاع الامن الوطني استمرار الكوادر الارهابية بمختلف تصنيفاتها التنظيمية وابرزها تنظيم اجناد مصر وبالتنصيق مع جماعة الاخوان الارهابية على نهجهم العدائي وقيامهم حاليا برصد العديد من الاهداف الحيوية بالبلاد والاعداد لاستهدافها خلال المرحلة الاخيرة بالتزامن مع الدعوات الاثارية للتظاهر بتاريخ الحادي عشر من الشهر الجاري والهادف لمحاولة نشر الفوضى وتكدير السلم والامن الاجتماعيين وعرقلة مسيرة التنمية الاقتصادية تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه عدة ضربات امنية استباقية متتالية للكوادر المشار اليها لاجهاض مخططهم وافشال عملياتهم التي تؤدي بحياة الكثير من الابرياء حيث رصدت النتائج اتخاذهم بعض الاوكار التنظيمية اماكن لاختبائهم واعداد مستلزماتهم من الاسلحة والمتفجرات وتم استهدافها في الاطار القانوني وجاءت نتائجها وفقا للآتي وكران عبارة عن شقتين كائنتين بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة عثر بهم على ست دوائر كهربائية معدة للتفجير عن بعد باستخدام ريموت كنترول كان من المزمع زرعها على الاكمنة الشراطية مثاء العاشر من الشهر الجاري ثلاث بطاريات موتوسيكل سلاسة جراكل لمادة هيدروجين بروكسيد تستخدم في تصنيع المتفجرات بندقية آلية وخمس خزن بها طامانجا مركد بريتا عيار تسعة ملي كمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة منزل بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية عثر به على بندقية آلية وكمية من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة أبرزها أجولة من مادة اليوريا ونطرات النشادر والكبريت الزراعي وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة ودي كانت تاني رسالة اطمئنان من وزارة الداخلية المرادة لجميع أفراد الشعب المصري ربنا يحفظنا يا رب ويحفظ مصر من أيدي الإرهابيين تعالوا بقا نروح